ترجمة نانسي قنقر من تأليف كريستفر ديموس براون أمم بطولة كاري واشنغتن وستيفن باسكوال وقصة الفيلم عن أم أم أمريكية من أصول أفريقية تبحث عن ولدها في ليلة ممطرة فراح تناكز الشرطة تقول لهم أن أولدي للحيم ورجع البيت فصر مواقف وحوارات جدا مؤلمة وقاسية وصادمة والفيلم جماعة الخريم كمن أروع الأفلام للدرامية الثقيلة اللي تشفتها في حياتي وحتى بعد المعروضة عن نتفلكس فيلم قوي مع نص رائع وتمثيل محنك خصوصا لكاري واشنغتن وأرى يا جماعة بتقول إيش ما ذكرته في روائع نتفلكس أنا أرى بسيو روائع نتفلكس بورت 2 وبذكر اسمها الفيلم فأنا ما نسيته في ذاك الفيديو بس أحب أخبركم ما هي شيء أنه في بورت 2 حق روائع نتفلكس وفيلم أمريكن سان واجه هجوم إعلامي ساحق والنقاد قصفه والفيلم لأنه موضوع جدا حساس وطلح موضوع عن صريحة الشرطة والتفكير النمطي في أمريكا بشكل جدا حاد كاتب النص وما افتكر في أحد تنطلع لي في قلبه على أمريكا مثل ما ذكرت لك هم ترى الفيلم مقتبسوا من مسرحية فحتى أنه ما تشاهدون الفيلم على نتفلكس بتحسون تنه على مسرح لأنه كله صار في مكان واحد في زاوية معينة وفيه شخصية تشري أساسية موجودة وفيه بعد شمي شخصية تدخل بعدين حوارات الفيلم جدا عميقة وقوية وصريحة وبعد جدلية العنصرية مشكلة كبيرة في أمريكا ترى مو بس في أمريكا في كل مكان بس في ديراتهم هما ويد بزود مشكلة جدا يعني متفاقمة يعني حتى في عام 2020 بعد في قصص ومشاكل ومشاكل العنصرية ترى ما تيبس من البيض ترى فيه من السمر الفيلم بعد طرح التفكير النمطي عند السمر ضد الشرطة واشنون الشرطة وبالأخص الشرطة السمر يعانون من هالتفكير يعانون من هالشي أنا ما بحرق عليكم القصة ولكن إن شفتوا الفيلم بتتوضح الصورة لكم وفي أمريكا سان شفت شنون الأم السامرة تخاف على عيالها من المجتمع وبالأخص الأولاد في واحد مقالات تقول أن المجتمع الأمريكي يخاف من الرجل الأسمر لأنه أكثر عرضة أن يكون مجرم في المستقبل طبعا هالأعوان متعددة من هالفقر والمكان اللي يعيشون فيه بس ترى بتشفهم في يوتيوب وونلاين في واحد كلام وفيديوهات شنون الأمهات السمر يخافون على عيالهم يخافون على النصب أيان يخافون شنون يمكن الشرطة يطقونهم شديد برصاصة ويذبحونهم ومعنهم ما ساووا شيء في فيلم ويدوز النزل عام 2018 إذا ما خابضاني 2018 تقامت عن العامة والتلام هي عام 2018 في مشهد يحاكي هالواقع ويا جماعة ترى الفيلم ما في أكشن ولا طق ولا بعد تنقل في الأماكن بس هنا في مكان وواحد مثل ما ذكرت معه حوارات جدا رائعة لما نسمع الحوار والجدال بين الشخصيات نتخيل شنون صار لهالدرجة الكتابة قوية فيه كم مشهد والله يعني أنا بس حطت يدي على قلبي ما قدرت أستحمل اللي سمعته لهالدرجة الفيلم قوي من ناحية الكتابة أنا جدا من بهر بجوهر الفيلم من قلب وتمثليا كاري واشنغتن كانت خرافية وأحسني تم استنزافها عاطفيا الدور يباقي كان متعب ولكن صج جارت الدور وأثرت فيني أنا أسرتني وحتى ستيفن كان جيد معنى في بعض الأحيان هو كان يختفي لأن تمثيل كاري كان جدا طاغي وجدا قوي ولكن في مشاهد معينة تمثيله كان قوي يوم خلصة فيلم الجماعات الخير كان معتاد كعاد شديد ساكت بيني من نفسي أفكر في اللي شفته واستنتجت أن أمريكا لا تعاني من العنصرية فقط أمريكا تعاني من مرض اسمه الخوف ضد السمر وسبب هالخوف هو الجهل الحضاري اللي هما فيه ما بأتكلم أكثر عن فيلم الجماعة أحس بأحرق عليكم أحداث حلوة أنصحكم المتابعة تحبون الأفلام الحوارية الثقيلة والجادة ترى الفيلم موجود على نتفلكس تقييم الشخصي ثمانية من عشرة هيا جماعة الخير شراكم في الفيلم وشم تقييمكم من عشرة وهل تحبون الأفلام الدرامية اللي تتكلم عن مواضيع حساسة ودعلك ما يقتراح عن فيلم معين تابعونا تتكلم عنه كتبوه لياه في قسم التعليقات وإذا حبيته هالفيديو دي تضقونا لايك وسعملنا شير وسبسكرايب وفولوو بعد على إنستجرام والتويتر يلا يا جماعة نشوفكم على خير ترجمة نانسي قنقر